ثلاثون ساعة من أجل إخراج الجثث القتلى من بطن الأرض من مكان خفي داخل نفق خلف جدران النفق فهذه أمور معقدة جدا وأنتم فعلتم ذلك بصورة مثيرة لكل تقدير كنا إلى جانب هذه الجثث في السابق ولم نعرف كيف نستخرجها والآن حين عرفنا كيف فعلنا ذلك وأخرجناها وأعدنا خمسة قتلى ما كنا ربما سنخرجهم بأي طريقة أخرى ونريد أن نعيد مختطفين أحياء وهذا يتطلب ضغطا من أجل قتل قادة حماسون شطائها واتفاق لتحرير المختطفين وهذا أمر نضغط لتحقيقه ليحدث في ظروف جيدة وهذا هدف سامن هذا من أهداف الحرب التي حددناها لم يحددوها هم بل نحن هذه قضية قيمية وأساسية بنسبة لنا ونحن لن نترك حماس حتى نعيد المختطفين لن نترك حماس حتى نفكك آخر كتيبة وآخر سرية ونعمل بقوة كل الوقت ونفكر كيف نضغط ونمضي قدما